سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نحمل ويندوز 11 اصدار 22H2 بصيغة ايزو اول حاجة هنروح على الموقع الرسمي الخاص بتحميل ويندوز 11 و ان شاء الله هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف اول ما تدخلوا على الموقع طبعا هتلاقوا اول حاجة ان متاح اصدار 22H2 وهنا يبقى فيه 3 طرق لتحميل النظام طبعا احنا هنختار الطريقة التالتة والاخيرة عشان نحمله بصيغة ايزو هنا اول حاجة في اختيار سيليكت داونلود هتدوس هنا على ويندوز 11 مالتي ايديشن ايزو بعدين داونلود بعدين هنا تاني اختيار سيليكت دا برودكت لانجوج هنا انت بتختار لغة النسخة طبعا هنا لو دست على تشوز وان هتلاقي فيه كذا لغة متاحة اللغة العربية اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وجميع اللغات فشوف اللغة اللي انت عايزها بالنسبة لو انت هتحمل اللغة الانجليزية فتلاقي فيه عندك اختيارين اختيار انجليش United States واختيار اسمه English International اول اختيار اللي هو United States ده بيكون الويندوز بيه اللغة الانجليزية باللهجة الامريكية يعني فيه حاجات تبقى مخصصة باللهجة الامريكية اما هنا English International ده بيكون الانجليزي العالمي يعني اللي هو الانجليزي اللي احنا المتعرف علي واللي احنا بنستخدمه فلو انت حابب انك تنزله باللغة الانجليزية فخليك على اختيار English International بعدين Confirm بعدين هنا انتقلنا على خطوة التحميل فانت هتدوس هنا على 64 bit download وهتلاقيه اهو بدأ يتحمل معاك على طول من غير اي مشكلة وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نحمل ويندوز 11 اصدار 22H2 بصيغة ايزو لو اي حد عنده سؤال اكتبه تحت فيه التعليقات وان شاء الله رد علي فارابوت السلام عليكم